إخوتي وأخواتي مكتوب أيضا وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء ينبغي أن تخلص عارف يعني أنت أمام قرار كتير كتير مهم عادة اللي بدافع وأنا بشوفه كتير بصراع على صفحات الفيسبوك رمي كلام لكن بدون الجواب بدون التعبير الصحيح بدون القول أنا أختلف معك لهذه الأسباب ولكن دايما بتشوف أنه لما بتتكلم عن الحق وأنه النور بيظهر أسرع شيء للدفاع هو الهجوم مش مهم إهجم أضرب كلام إرمي أي كلام ما هو ما فيه شيء محاسبة لكن اللي بتسمع اليوم فيه محاسبة لأنه أنت رح توقف في يوم من الأيام أمام يسوع المسيح أمام الديان الذي سيدين بالحق وبتعرف حبائك كل المشكلة مش على أي خطيئة منفعلها فالمسيح غفر خطيئنا لكن هل نؤمن بالمسيح أو نرفض المسيح؟ هذا هو الإشكال الأكبر فالسؤال هل تؤمن بيسوع؟ وأنا لا أقصد أنك تقولي أنا أؤمن رجلي كويس ونبي عظيم وإلى آخر لا 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 أنت يا بترفض المسيح يا بتقبل المسيح كما يقدمه الكتاب المقدس فالمسيح يرفض كل الرفض أنك أنت تقبله بشكل جزئي فنحن لا نؤمن بمسيح مبتور أو مسيحية مبتورة نحن نؤمن بيسوع المسيح الحي اللي هزم الموت وهزم القبر وعطانا الرجاء الحي وعطانا ضمان الحياة الأبدية أنه لو عشنا أو موتنا في هذه اللحظة مدركين وضامنين وعالمين أنه إلنا حياة أبدية على فكرة ليس لأي صلاح فينا ولا لأي كبرياء ولا لأي شيء فينا نسواش بصلي بالعكس إحنا كلنا في الوحل وفي الخطي وفي سم الخطي وكلنا كنا نكره وكل الخطايا نمارسها لكن لما المسيح بغير صار فيه رجاء حي صار فيه أبدية مدركها أنه أنا حياتي تستمر وأنه الموت هو بوابة أنه أكون معاه في كل حين بغمض عين وبفتح عين بكون معاه في الأبدية فإذا لازم تدرك أول شيء أنه إحنا خطاه كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه أدرك أنه ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد أنه أجرت الخطي يموت وأنه إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاح ليس ولا واحد أنا خاطئ طب والحل أجرت الخطي يموت الحل كان في يسوع الإنسان الكامل والإله الكامل اللي حل معضلة الخطي فهو يقرأ على باب قلبك افتح له واعترف به وآمن به مخلصا وفاديا وإن رفضت في مسئولية عليك يوم من الأيام رح يتواجه قاديا وديانا افتح قلبك ليسوع المسيح سلم حياتك اقبله ربا وسيدا ومخلصا على حياتك وأصلي من كل قلبي أنك تصنع هذا القرار اليوم والرب يباركك اشتركوا في القناة